لو انت عندك بي سي يا صديقي فأكيد وبطبيعة الحال هتحتاج طبعا ان انت تجيب لي البي سي ده هارد طبعا وسريعا كده الهاردات في منها تات انواع فيه الهارد الميكانيكا القديم ده اللي احنا كلنا بنستخدمه طبعا ده خلاص يعني مايرشحش او لا ينصح باستخدامه في عشرين خمسة وعشرين طبعا يعني هيبقى قدامك اختيارين والاتنين من نوع اس اس دي بس فيه حاجة كده يعني بانوحها واسمها ام دي تو وده بيحجمه صغير كده زي اللي زور قدامكم حالا ده الام دي تو ده بصراحة بيتميز به سرعات رهيبة جدا وسرعات ممكن كمان توصل يعني سرعة ارية وكتابة لسبع تلاف ويمكن اكتر من كده كمان بس بيعيب الام دي تو دوت انه هو سعاره غالية جدا اي نعم يعني الى حد ما بقى انت ممكن تقدر تجيب حاجات منه بقى سعار معقولة شوية بس اننا بتكلم لو انت احتاجت مساحات كبيرة فانت هتدفع مبلغ محترم فبالتالي بيبقى فيه اختيار كده مناسب اللي هو الوسط وهو الاس اس دي ده حاجة كده ما بين الهارد الميكانيكل وحاجة ما بين الام دي تو هو ما بينهم فيه السعر وما بينهم فيه الحجم وما بينهم فيه كمان الاداة عشان كده والنهارده انا معايا مراجعة اس اس دي من شركة سان ديسك طبعا اكيد كلنا عارفين الشركة دي الاس اس دي ده ممتازة جماعة زي ما هنشوفه النهارده واخدوا بالكو ده مساحته اربعة تيرابايت طبعا هو موجود بمبلغ محترم هنتكلم في اخر فيديو على انا جيبته منين وسعره وافضل مكان تجيبه منه عايزة لكو يا جماعة بفرق رهيب جدا عن سعره في مصر فده يبقى حاجة نهارده ان شاء الله هنعمل ابوكس انجلي الاس اس دي ده ونشوف ما بعد كده طريق التركيبه في البي سي وطبعا برضو طريق التسطيبه او تعريفه على الكمبيوتر فكل ده اكتر في حالة نهارده ان شاء الله بس كالعادة لو الحلقة عجبتك والفيديو كان مفيد بالنسبة لك فما تنخلش علاقة الدين مع النووي اللي هو عبارة على اللايك كومنتي جميعيه ازاك كده اشترك في القناة انتبهش نشترك وفعل زر الجرس يلا بينا يا شباب اه طب يا جماعة ارجان طبعا بعد الانترو كالعادة نخش عطول في فتح الصندوق الاس اس دي طيب ادي طبعا شكل الاس اس دي زي ما هنشوفين يا جماعة هاتشكل هوت هو طبعا زي ما بتركه هو مسحته هنا اربعة تيرابايت وهو طبعا اللي هو سان ديسك الترا سري دي اس اس دي كالعادة انتو عارفين ان انا بحب اوليكو شكل الكرتونة من جميع التجاهات يعني لو انت عندك اي 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 ام مثلا بيان عايز تشوفوه من على من على العلب او حاجة انا يعني بحب اعمل العادة دي يعني طبعا انا فتحت الاس اس دي وكده بس ايه يعني محبتش اركبه الا قدامكو يعني طب ادي خلاص كده العلبة فاضية ادي شكل الاس اس دي طبعا هنا كان في كيسة يا جماعة انا بس اللي اتعطيها وكده يعني فهو بيجي متغلب في كيسة وكل حاجة ادي شكل الاس اس دي اهوت اهو بس كده اهو زي ما قلت هو اربعة تيرابايت وهدي شكله من وراء هوت طبعا في الورقة الصفرة دي انت طبعا بتشيلها هو كنوشن جديد بس في موجودة يعني انت بتشيلها طبعا هنا بتركب طبعا هنا اللي هو الكابل الباور وهنا كابل السادة هاولوكم طبعا مبعد طبعا ازاي نركبه كل حاجة يعني طبعا اللي بيجي بعد كده هنا اللي هو الورق والكلام ده كله ما علينا منه طب ادي كده يا جماعة خلاص ادي شكل الاس اس دي النهائي يعني طبعا كده مع بعض كده نراكبه في كست الكمبيوتر عندي ونشوف هنركبه مع بعض ازاي طبعا جماعة وازو نشوفين كده ادي كيسة بتاعتي للكيسة بتاعتي طبعا هنا من نوع كورسير اربعة تلاف اكس طبعا كلها حبا على حسب الكيسة بتاعته وانا الكيسة عندي هنا بيكابلها في اكتر من مكان الاس اس دي يعني ممكن ميركب في الكيسة من قدام من جنب تحت كارت الشيشة وكده يعني وممكن ميركب من الجنب ده فانا هركبه من الجنب ده عشان افضل ايه محافظ على شكل البي سي وكده يعني اني طبعا هنا في الجنب ده انت بقى ايه السلوك كله توقع مثل عبكة وكده وطبعا اعذره بشعة المنظر اللي هشوفو دلوقتي يعني بس يعني الى حد ما الدنيا يعني شوية يعني طيب انت طبعا عشان تحتاج تركب اي اس اس دي عندك فانت محتاج يكون عندك الكابلين دول بص كده الكابلين دول طبعا ده هنا الكابل اللي هو الساتة الكابل ده هنا كده ده كده كابل الساتة وفيه هنا الكابل اللي هو بتاع الباور طبعا الكابل الباور ده ده بيجي اصلا عندك في الباور يعني انت الباور سبلاي بتاعك بيجي عندك يعني مخارج كده جدا من ده كابل الساتة ده ده بيجي غالبا مع المزر بورد طيب لو مش موجود عندك مثلا انت بتجيبه من اي محل بيبيع اكسترات كمبيوتر وكده ببيع فلاشيات والحاجات دي وكده يعني بتليه مثلا عمله بتاع سكة 30 جنيه او حاجة انت بتوصله في الماثر بورد انا طبعا موصله هنا من الماثر بورد بس يعني الكاميرا مش طعب تبايل لكم انا موصله من جواه من هنا كده في الماثر بورد اللي انت شايفين من هنا كده ويطالع طبعا هنا كده فهو الهارد الاس اس دي بيحتاج اللي هو المدخلين او الكابلين دمت يعني طيب وبالنسبة بقى لما كان الاس اس دي ذات نفسه فهنا الكيسة عندي فيه هنا مكانين المكانين دمت كم اركب فيهم فكل الفكرة ان انا بفك المفك ده اول مصمر اول مصمر ده يعني بس كده بيطلع معايا باشا كده تاكي انا شو ما بعد بقى ازاي هنركب فيه الهارد او هنربط فيه الاس اس دي طيب هي كل الفكرة ان انت بتركب يعني الهارد ده من بره يعني ايه من بره ادي كده شكل الحديد اللي كانت تركبه فيه الكيسة فانا بحط ده هنا كده تمام ويه بربطه هنا من العكس طبعا هنا في عندي اربع فتحات هيت هيتربط منهم طبعا للأسف يعني انا مش فاهم ليه هارد زي ده او اس اس دي ذا يعني يعني اعزوني لو بقول كل شيء كلمة هارد يعني هم تعودين بس نقول كده المهم يعني انه ما يجيش معه مصامير فانا جبت هنا ادي اربع مصامير معانا همت ادي الاربع مصامير ده همت انا جبتهم برضوك من الكيسة بتاعت الكمبيوتر يعني الحاجات اللي جاء مع الكيسة الكمبيوتر ايه لفعل اربع مصامير ده طبعا لو مش عندك حاول تجيب مصامير نفس الشكل ده او نفس الحجم ده هنا كده المصامير دي يا جماعة خد بالك من الطول بتاعها بقاش طويلة قوي عشان يعني ايه ما تقزيش برضوك الاس اس دي هنجيب دي هنا كده وهنركب الهارد هنا كده وانا متعمد ان انا خلي السلوك تبقى ايه يعني لتحت يعني انا ممكن اركب الهارد كده وكل حاجة والاس اس دي ممكن اركبه كده لا بلاش كده خليه بقى كده اهو بحيس ان يبقى السلوك او الكابلين اللي مديك تركبه ويبقوا لتحت فانا هركبه من هنا بالمزر ده هنا كده هحطه هنا كده وامجي مش هيلبه هنا كده واجي مسلا على اول فتحة هنا نجيب المفك بتاعنا اللذيذ ونربط اعزوني بقى يا جماعة لو التصوير يعني ما كانش اقدي كده انا والله يعني انا بصور لوحدي ما فيش حد معايا يمسيك لي مسلا كامير او حاجة شي حرام يدوب بس ايه انتو تشبكوا بس يعني طيب انا كده ايه ابو المصمار ربطناه هنيجي هنا على تاني مصمار ونربطه مع بعض كده هدي تاني مصمار مجرد بس انت ما هتدخل اول مصمارين بزاوية زي ما انا عملت هناك كده خلاص هتلاقي بقية اماكن المصمير المزبوطة يعني بص زي ما تحرقش او يدوب بس ايه يعني حاجة بسيطة انه باسمي مسك بس كده طبعا ههينا مسك جامده كل حاجة بس انا طبعا هركب بقية الاربع مصمير يعني ايه دي المصمار التالت كده خلاص وايدي يا جماعة المصمار الرابع هيبقى معاك في النهاية بيه الشكل ده هنا كده زي ما قلت لكم اهم حاجة يحاول ما تحرقش على المصمير وده بس الشبكة كده وايدي شكل الاس اس دي بعد بركبناه تعالوا ده كده مع بعض بقى نركبه في الكيسة طيب احنا زي ما احنا قلنا هنركب الهارد ده او الاس اس دي في المكانه هنا طبعا انا عندي هنا كده فيه تحت يعني زي فتحتين كده بس بيخش فيها وخلاص تركبه طبعا يا جماعة يعني بسيط جدا وطبعا اكيد زي ما اطلقه هو بيختلف من الكيسة للتانية يعني بس عمتا في الاخر كله بيبقى حاجة بسيطة يعني كل الكيسات بتبقى عملي حسابها الحاجة زي كده طيب انا كده خلاص ركبت الهارد ده هو سابت تمام وكل حاجة هنجي بعد كده بقى ندخل هنا ادي الكابل بتاع اللي هو الساتة هندخله فيه العلمين من هنا كده اهو تمام ده كده داخل معنا اود عشا يا جماعة عذروني على جودة التصوير والله انا بصور بايدي وبركب بايدي يعني واده كابل اللي هو الباور احنا نركبه جنبه عادي جدا اهو بس انا كده خلاص ركبت الكابلين وتأكدت ان دينا تمام هنقفل بقى الكيسة بتاعتنا فهنقفل الكيسة واشغل الكمبيوتر وارجع عليكم تاني اه طيب يا جماعة واهلا بيكم مرة تانية انا كده خلاص ده ما احنا نشوفنا احنا ركبنا الاس اس دي في البي سي بس انت هنا لو جيد دخلت عندك على ميكٰ금يوتر هتلاقي هنا كده الهارد مش موجود انا دي اصلا الهاردات الدفولت بتاعتي هتلاقي الهارد اللي هو اللي اربعة تينة مش موجود لا تقلق يا صديق حاجة بسطete جدا هتيجي عندك على البي سي كليك كلمين هنا كده وتقول له منيج وهتيجي بعدك هضغط على هتلاقي عندك هنا هوي في يعني كازه اعندك اقبلوكوا بس الدنيا هنا كده في عندي هنا هوا طبعا دي كازه هده هنا الهارد اللي هو السي جيت اللي عندي وهنا فيه هارد اللي هو من شركة اللي هو وهنا ده اللي هو اللي من شركة سامسونج. هتاخد بالك هنا كله هنا بالالوان الزرقه معادة اللون ده هنا باللون الاصمر. وجامبه كده كلمة. طبعا ده انت عشان مركب الهارد او الاس اس دي الاول مرة بيبقى بالمنزر ده. طيب عامل شي توأعمل ايه? سهل جدا. وهتقول له هنا كده. قل له بقى كان هنا نكست. دي سبقى زم هي عادة خالص قل له كده نكست. هنا طبعا بيقول لك بقى انت عايز تختار الحرف بتاعه ايه? طبعا لو تخب بالك هنا مسلا في الماي كومبيوتر فين? انا عندي هنا مسلا السي والدي والاي. وهنا مسلا الف. فانا ممكن طبعا هنا الجيم اتخد هنا فهو بقى هنا هتلاقي داخلك بيه سمح لك مسلا بي الاتش او ال اي او ال اي او ال بي او الكام ده كله. فانا مسلا هتدي له اتش. طبعا تختار الحرف اللي عايزوا عنه. هقول له هنا كده مثلا اتش. وهقول له هنا كده نيكست. وطبعا دي يسيب كل حاجة زي ما هي هنا. هنا طبعا لو انت عايز تعمل رينام لي الاس اس دي ده. فانا مسلا هسميه سان ديسك سري دي. مسلا يعني. وهقول له هنا كمان نيكست. وهقول له بعد كده هنا فنش. سواني بالزبط كده وهجي لك رسالة حالا. هيقول لك انه خلاص يتعرف على الاس اس دي. اه. اه دي رسالة جات لك خلاص هوت. وهتلاحظ انه هو اللون بتاعه اتحول له الازرى. وطبعا المساحة بتاعته هنا اللي اربعة تيرابايت. طبعا لو تاخد بالك هو تلاف سبعمية. هو طبعا ما فيش حاجة بتقام سحيطة بالزبط يعني. يعني ما فيش حاجة بتققى مسلا. يعني انا مسلا ده اتنين جيجا. مش اتنين جيجا بكاملين يعني. المهم عشان ما نطلعش من موضوعنا. انه ادي يا جماعة الهارد هو شغال ادي تابعا فيه الربعة تيرابايت بيديك تلاتة تيرابايت وستمائة جيجا. يعني تعريبا يعني. ده اخب بالكم خلاص هو الاس اس دي شغال عادي جدا. طيب الهارد ده بقى يعني مشيته انت اخترته لي. اخترت الهارد ده يا جماعة الازرى كدرك جدا. الهارد ده من شركة سان ديسك شركة محترمة جدا. الهارد طبعا زي ما مكتوب كده على الكارتون او العلبة بتاعته ان هو بيدعم هنا سرعات قراءة لخمسمائة وستين في الثانية. والكتابة خمسمائة وعشرين. فطبعا دي ارقام محترمة جدا بالنسبة لس اس دي. الحاجة التانية واللي هما بقى بصراحة جماعة واللي خليتني فعلا يعني حريص جدا ان اجيب دوت ان هو بيدعم تقنية اسمها او نقطة يعني زيرو. تقنية دي كده عشان برضك ما يعني خشش في تفاصيل كتير يعني هو بتسمح لك ان انت دي يا جماعة زي ايه عارفين يا جماعة كبير لكم ازاي? دي زي كاشات موجودة على الاس اس دي. هتقول لي يعني شروط الكاشات دي لازمت ايه او وظيفتها ايه? دي يا جماعة بتسرع لك من عملية الهارد. بيخلي الهارد تقدر تعمل عليه عمليات كتيرة. دي يا جماعة زي زي الكاشات كده اللي موجودة على الرمات. باختصار يا جماعة التقنية دي حلوة جدا عشان بس انا مش عارف اشرحها قوي. هي دي حاجة يا جماعة بتقول موجودة في الاس اس دي. بيسمح لك ان انت تقدر تعمل اكتر من عملية على الاس اس دي. وفي نفس الوقت الهارد الاس اس دي يفضل محافظ على السرعات بتاعته. يعني انا حاولت ابسطك الموضوع على اقدم اقدر. انت بتعمل عملية كتيرة على الاس اس دي او تنقل حاجات كتيرة جدا. فالاس اس دي يفضل محافظ على السرعة بتاعته سواء يعني كتراءة او كتابة. فدي تقنية مهمة جدا في في اي حتى في يعني مش حاجة من اس اس دي حتى في الام دوتو كمان يا جماعة مهمة جدا. طيب في برضوك حاجة مهمة عايز اتكلم فيها انت لو جيت فتحت عندك هنا اي براوزر فاير فوكس مثلا وهتفتح عندك جوجل وهتيجي عندك هنا فيه البحس يعني واقول له داولود سان ديسك اس اس دي داش بورد. هنا انت ممكن تنزل البرنامج الخاص بسان ديسك. انت برضو ممكن ترقب به جودة او كفاءة الاس اس دي اللي انت جبته. لو انت عايز شوف درجة حرارته قد ايه حالته قد ايه او الهلس بتاعه يعني. وهتيجي عندك هنا على اللي هو انترنال اس اس دي. هتخطي تضغط هنا كده وتقول له داولود فور ويندز. والبنامج مساحته تلاتة ميجا بايت فكلام بسيط جدا. نجربه برضو كده مع بعض. طيب هو كده خلاص نزل. هنقول له دابل كليك عشان نسبته. قل له هنا كده نستول. طيب هو خلاص معنا هو قل له هنا كده داش بورد. هو طبعا هو بالفعل عطول تلقائي اتعرف على ان انا مركب اس اس دي من عنده يعني. هنا برضو بيقول لك اللي هو يعني وان هو مساحته اربعة تيرا بايت. طيب لو ده خانط على هنا كده. هنا بيجيب لك اللي هو طبعا اكيد مية في المية. لسه مطلع الاس اس دي من كارتون توانا يا جماعة. طبعا بيقول لك المساحة المتاحة اللي ايه ومش عارف ايه والكم ده كله. فهنا انت يعني هنا في بيانات انت موجكم تعرفها عن الهارد يعني. طبعا لو انت عندك بردك هارد مستعمل او بتشير هارد مستعمل من شركة فانت ده بنامج حلو جدا انت موجكم تكشف عنه يعني. وهنا طبعا بيقول لك لو في يعني زي تقريبا يعني لو جربنا نضغط هنا كده. لأ بيقول لك طبعا ان بتاعك ده على احدث حاجة او كده يعني. طيب فزي ما قلتوك يا جماعة ده بنامج مفيد جدا انت موجكم بقى توتدور فيه كده يعني بس اهم حاجة طبعا بتتزامك فيه اللي هو موضوع الهيلس ده. طيب فيه بقى يا جماعة ركزوا معي ممكن دي اهم حاجة في الفيديو كله. انا جبت الهارد ده بكم ومنين? وانجيبه ازاي? انا عايزك بس تركز معي. انا هاجي هنا افتح امازون مصر. وهاجي هنا هفتح امازون السعودية. وهاجي هنا في امازون مصر وهقول له اس اس دي سان ديس اربعة تيراباين. وهناخد نفس الكلام ده كده هنا copy وهنقول له هنا كده اللي هو يعني بحس ادي امازون مصر. وادي امازون السعودية نفس الكلام. طيب. ولو جينا بصنا كده في امازون مصر شايفين يا جماعة سعر الاس اس دي كم? اربعة وتلاتين الف تلتمية تلاتة وخمسين. طيب. نساعدني من الفكة ونقول سعر الاس اس دي اربعة وتلاتين الف ده هنا اللي هو اربعة تيراباين. طيب هتقول لي عميش تقول المشكلة. المشكلة دلوقتي يا صديقي العزيز ان انت لما هتجي معايا حالا وتسافر معايا كده الى المملكة العربية السعودية. تروح للسعودية هتلاقي نفس الهارد او نفس الاس اس دي بكام بالف مية واحد وعشرين ريال. انا هنا مش هسيب الفك. لا هاخده. طيب لو جينا هنا كده فتحنا اللحظة تلاتنا اللذيزة. وقلنا له هنا مسلا الف قول ومية. مسلاك ملاحظة عشرين دي يعني مسلا قول الف ومية في ريالي عم بتلاتة عشر. فانتهينا بتتكلم في اربعتشر الف وتلتمية. يعني قول مسلا ده كده بالمصر. قول كده اربعتشر الف مية تقريبا. طيب لما يكون انا الاس اس دي ده لو انا جيبته من السعودية يعني لو لها واحد صاحب مسلا او حد. وخليبتي يجبه لي هو جاي وانا حاسبه بالمصري فهو اما يوصل مصر ان شاء الله بالسلامة هيقول لي انا عايز منك يشيته اربعتاشر الف وتلتمية. قولي عم خمشر الف. تمام? تمام. في حين لو جد اشتري من مصر هشتري باربعة وتلاتين الف. انتم تخين يا جماعة ان في فرق عشرين الف جنيه. انا مش فاهم بصراحة وما عنديش تفسير للموضوع ده. انا معرفش هل ده جاشعة تجار ولا ده مشكلة من الدولة ولا ايه? انا مش فاهم يعني. عصد هتقول لي العملة بتاعتنا مسلا ضايعة. ما انا حولت بالعملة ضايعة وكل حاجة? يعني بالريال وهتدربوا لمصر وكل حاجة. طالع بخمشر الف يا جنيه يا جماعة او بخمشر الف وشوية يا جماعة. قال حسب ايه? فنصيحة يا جماعة خلاصت الكلام عشان ما تقولش عليك اكتر من كده. لو انت عايز تجيب الاس اس دي ده او عايز تجيب اي حاجة حاول ما تجيباش من مصر حاول تجيب اي حد من بره ويكون حد نزلك بيها. انا الحمد لله جيبتها من بره ما جيبتها من بره من السعودية بمبلغ ده. احسن ما كنت اجيبه من مصر. اكيد مش هدفع البعض اتوى الف جنيه في اس اس دي اساسا يعني. فبصراحة الموضوع مستفزة جدا. فيعني اللي هيعجبه دوت تقدر تفتح امازون السعودية او امازون دبي امازون اي حد غير مصر. وهاتو احصل لك من بره. فبس كده يا شباب دي كانت نهاية الحلقة. كالعادة لو الحلقة جابتك ما تبخلش الاب لايك كومنت جميل زي كده. اشترك في القناة مش مشترك. فهزر الجرس وبس كده يا شباب.